وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقتم حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش نيل بالمعادي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لسيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى حيث وجه السيد الرئيس بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون بمثابة مدخل إضافي جديد لهضبط المقطم حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح خمس حارات في كل اتجاه بما يساعد على رفض هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سالس ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء خاصة من ويبع إلى طابة فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد لسيما ما يتعلق بمحور المراغة حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة بها إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء الموجودة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة وكذا الموقف التنفيذي الخاص بمدينة السيارات العالمية كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لا سيما مدينة الجلالة فضلا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة في إطار تنفيذ المشروع الروحاني والسياحي الضخم التجل الأعظم فوق أرض السلام وأشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصة اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم كذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فضلا عن التنصيق الحضاري الخاص بمداخل العاصمة الإدارية لا سيما على الطريقين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي